نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة المقطع الصوتي الذي تم تدوله بشأن تفشي مرض الداران في مصر عبر النازحين إليها من جانبها أكدت وزارة الصحة أنه بناء على التعامل الصحي مع النازحين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الأممية لم يتم رصد أي مؤشرات لوجود ارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية وأن معظم الحالات المرضية النازحة هي حالات تعاني من أمراض مزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب كما أن معدل الإصابة بالداران في دول النازحين طبقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية هي نسبة في حدود المتوسطات العالمية للإصابة